يشارك مفتي الجمهورية رئيس الأمانات العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم شوق علامة في فعاليات منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب في مقر الأمم المتحدة بنيوركا والمقارر انعقادها في الرابع عشر من يونيو الجاري وقال مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم إبراهيم نجمة إن هذه الزيارة التي تستمر لأربعة أيام تأتي امتدادا للجولات الخارجية التي يقوم بها مفتي الجمهورية في ضوء الاستراتيجية التي وضعتها دار والإفتاء بوصفها إحدى مؤسسات القوى الناعمة المصرية لتواصل الدينية مع الخارج